مثال على كيفية قيام المحاسب بإعداد مذكرة تسوية البنك فيما يلي بعض البيانات الخاصة بمنشأة الإسراء وذلك في 38421 رصيد حساب البنك كما يظهر في دفاتر المنشأة بلغ 20452 ريال و70 هللة في حين أظهر كشف الحساب الوارد من البنك أو المرسل من بنك الرياض في نفس التاريخ رصيدا للمنشأة بدفاتر البنك عبارة عن 22365 ريال و30 هللة وبمراجعة كشف الحساب الجاري مع دفاتر المنشأة تبين أن الاختلاف بين الرصيدين يرجع للأسباب التالية واحد هناك إداعات نقدية قامت المنشأة بإداعها لدى البنك لم تظهر بكشف الحساب الوارد من البنك حتى 3821 وقدرها 3680 ريال و40 هللة أيضا اتضح من كشف الحساب الوارد من البنك قيام البنك بخصم مبلغ 8 ريال و10 هللة قيمة المصروفات البنكية عن الشهر كما اتضح أيضا قيام البنك بتحصيل فوائد سندات خاصة بالمنشأة وقدرها 600 ريال وقام بإضافتها إلى رصيد المنشأة في البنك كما اتضح أيضا أن هناك ثلاثة شيكات تم تحريرها لمستفيدين ولم تقدم للصرف حتى تاريخ ورود كشف الحساب وبيانها على النحو التالي شيك بمبلغ 150 ريال و40 هللة وشيك بمبلغ 30 ريال و60 هللة وأيضا شيك بمبلغ 4820 ريال ولإعداد مذكرة التسوية في ضوء البيانات السابقة يتم إعداد مذكرة التسوية للوصول إلى الرصيد الصحيح الفعلي على النحو التالي في المرحلة الأولى يقوم المحاسب بتعديل رصيد حساب المنشأة كما يظهر بدفاتر البنك أي كما ورد بكشف الحساب وقدره 22365 ريال و30 هللة يتم تعديله بكل من الإداعات الغير مدرجة أو التي لم تظهر بكشف الحساب ومقدارها 3680 ريال و40 هللة يتم إضافتها إلى الرصيد السابق ليصبح 26045 ريال و70 هللة ويتم أيضا خصم الشيكات التي حررت لمستفيدين ولم تقدم للصرف حتى تاريخ ورود كشف الحساب ومجموع هذه الشيكات مبلغ 5000 ريال و501 ريال و10 هللة ليصبح الرصيد الصحيح بعد التعديل هو عبارة عن 21.044 ريال و60 هللة في المرحلة الثانية يقوم المحاسب بتعديل الرصيد الذي رصيد البنك في دفاتر المنشأة والذي بلغ 20 ألف ريال و452 هللة يتم تعديله بالمبالغ التي تم تحصيلها لصالح المنشأة ولم تعلم بها حتى ورود كشف الحساب وهي عبارة عن فوائد سندات محصلة بواسطة البنك أظهرها كشف الحساب يتم إضافتها إلى الرصيد السابق ومقدارها 600 ليصبح الرصيد 21 ألف ريال و52 هللة ثم يتم تخفيض هذا الرصيد بالمصرفات التي قام البنك بخصمها من حساب المنشأة ولم تعلم بها المنشأة حتى ورود كشف الحساب ومقدارها 8 ريال و10 هللة ليصبح الرصيد كما يظهر في دفاتر الشركة بعد التعديل هو عبارة عن 21 ألف ريال و44 ريال و60 هللة ويتبين من العرض السابق أن رصيد حساب البنك كما يظهر بدفاتر الشركة تساوى أو تطابق مع رصيد حساب المنشأة كما يظهر في دفاتر البنك بعد تعديل الأخطاء بعد ذلك يتم إجراء قيود التسوية وذلك بالعمليات بإثبات العمليات التي ظهرت بكشف الحساب يتم إثباتها في دفاتر المنشأة على النحو التالي يتم جعل حساب البنك مدين بمقدار 600 ريال وهي عبارة عن الفوائد السندات التي قام البنك بتحصيلها لحساب المنشأة وجعل حساب إيرادات فوائد السندات دائنا أيضا يتم جعل حساب البنك دائنا بمقدار المصرفات البنكية التي قام البنك بخصمها من حساب المنشأة طرفه وجعل حساب المصرفات البنكية مدينة بنفس المبلغ وقدره 8 ريال و10 هللة ترجمة نانسي قنقر